من شبهات أهل الشرك وهذه شبهة كثيراً ما تسمعها من أهل الشرك والضلال في هذه البلاد وفي غيرها وهي تدور حول قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وقال يا سارية الجبل الجبل هذه القصة مشهورة عند العلماء وكذلك مشهورة عند كثير من الناس وهي قصة صحيحة كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز عليهم رحمة الله عليه رحمة الله وجاءت عند البيهق في دلائل النبوة هذه القصة الصوفية قالوا فيها دليل على إن الأولياء يعلمون الغيب والكلام ده إن الأولياء بيعلموا الغيب الكلام ده صرح به الشيخ الزريبة في أكثر من موضع في كتبه وقصائده قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا ولاحظ البرع ذات لمن يكون داريا يشرك بالله تبارك وتعالى يستخدم لك أدوات بتاع التنبيه ألا يعني خد بالك للشركة الجيدة ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا وما زال دي بتفيد الاستمرارية لو كان البور ألبرع يعلم يعني مش مرة واثنين لا طوالي فما زال مسبولا مسبول يعني من الإسبال يعني الغطى مسبولا على الناس وما استثنى يعني كل الناس ونحن ما جوالغطة نحن ما داخلين والبرع دخلنا ولا نحن ما ناس دخلنا ونحن ما داخلين الغطة بنشرطوا بنجدوا في وشة صوفية قال مسبولا على الناس سترككم أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي ده طبعا استفهام للتعجب البورع يتعجب كيف يلحقني ضيم يعني أمور شديدة وضرر وكذا وكذا وأنتم حمايتي يعني كيف انتو حاملني ويلحقني السوء والضرر وغير ذلك وألهث وعطشانا قال ألهث يعني يطلع لسانه برا زي الكلم يلهث عطشانا وقد فاض بحركم يعني يعني قال لما أقول أنا أعطش وانتو بحوركم فايطة تقربوا رعب يتكلم مع منو ناس مجدعين هنا في البلد دي تحت الوطى أريتم كان برا هو كان برا ما بسوه كذا تحت في الطين دا جوا قال وألهث عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم إذا شئتم شاء الإله وكلكم تشاءون ما قد شاء لله دركم يبقى البرا يقال لك ديل رجال شنو رجال الغيب يعلموا الغيب عديد هناك قال منهم عليم بالغيب باطن وظاهر جوا برا قال لك بيعلموا الغيب جا عمك أبو صلعة يتعال حمامات حاول كلام البرا يعمل له كاتشا بوليمون حاول يعمل له كاتشا بوليمون وطبعا شايفوا الشئين مرة واحدة قال لا 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 نحن ما نقول الشيخ بيعلموا الغيب يبقى خالف منه في الكلام ده خالف البرا هو ما بيقدر على الشغلة دي لكن هنا ترى هو ببرطع لكن لما نمشي هناك الطريقة ويمشي الزاوية ما بقول كده يعلموا الغيب لما نحن هنا يقول لك لا لا يعلموا الغيب ما زال حربوية قال لكن الله بيعلمون ودايما بيجيب له آية بيفهم البليد لكن نحن ما نعلم الغيب ولا البرا ولا غيره بيعلم الغيب مع الله تبارك وتعالى لكن حاول انه يصلح كلام منه كلام شيخ الزريبة والكفر ما بيصلح يعني كونه تصلح وتحاول تعمله حاجات ظريفة لا 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 الكفر ده تصليحه إنك تتوب منه وترجع إلى الله عز وجل لكن طالما هو كفر موجود مهما مسحته ومهما عملت له ديكور من بره في النهاية كفر كفر في النهاية الكفر كفر والشرك شرك فهم عقيدة إن الشيوخ بتعنهم بيعلم الغيب قال عندنا دليل مكتابين لأنه ما في مشرك عنده دليل أمدا ما في مشرك عنده دليل إطلاقا لأنه الله قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له لا برهان له به الله قال ما عنده دليل يبقى انتظار تجيب دليل على الكفر نحن نصدق كلامك ولا نصدق كلام الله عز وجل نحن نصدق كلام الله تبارك وتعالى ونكذب كلامك لأنه كلامك كذب وباطن قالوا دليلنا قصة عمر رضي الله تعالى عنه هم طبعا القصة ما غرض منها عمر رضي الله تعالى عنه وانتبهوا للنقطة دي يعني الصوفي لما نيجي يقول لك قال أمير المؤمنين يا سارية الجبل هم ذاتهم بيقروا غلط يقول لك يا سارية الجبل إيما كده أصلا كويس؟ وكتال منهم فهمين القصة غلط وفحدنا أصلا ما فهمنا ذاته بدليل إنه لقيت لي واحد بتعمجات كاتبه وراء يا سارية الجبل أنا احترته ذاته بس دا علاقته بالأمجات شنو أسألك بالله علاقت الكلام دا بالأمجات شنو هم؟ دا دليل على إنه زالنا ما فهم أصلا بس سامع سارية الجبل سارية الجبل طوالي شغل عجبته عجبته مش طوالي كتب يا سارية لأنه شعب السوداني شعب داري اكتب بس والله العظيم وأنا حيرني واحد دا من باب الشاي به شيء يذكر كاتب أكتب شنو في العربية يعني ما لقى هي حاجة كاتب أكتب شنو أنا قلت له أكتب شنو أنا قلت له إذا مش هو ما عارف هاي أكتب شنو ذاته كذا دي خلي هذا ما موضوعنا فذا كاتب الأمجاد يا سارية يا سارية الجبل لأنه ما فهم أصلا فهم غرض أصلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن داريني يجعل عمر رضي الله عنه كبري عشان يوصلوا به للشفاة القاعدين الآن يعني الصوفي بقول لك يقول لك قال أمير المؤمنين يا سارية الجبل تقول لي وقال يقول لك معناتها يعلم الغيب أها سلمنا معاك جدلا إنه بيعلم الغيب انت قالوا بيقيف معاك هنا ما بقيف ما بيقيف هنا بيقول لك إذن معناتها الأولياء بيعلموا الغيب لأنه عمر ما نبي هو والي من الأولياء إذن الأولياء بيعلمون الغيب أها سلمنا معاك جدلا وتاني يقول لك معناتها كلام أبونا الشيخ البري حق وما باطن بس هو داري صليه دي هو السماء داري يقف لك هناك عن عمر رضي الله عنه داري سوقك يجيبك هنا لناس الكباشي والمكاشفي وباقي القوم داري يجيبك هنا لكن انت اكتع دابره من فوق اكتع دابره من فوق شان ما ينزل بك تحت عرفته فقالوا القصة دي قالوا فيها دليل ان الاولياء بيعلموا الغيب قالوا كده وانا ذايرا بديك نقاش ان شاء الله تستفيد منه تنغيجبه اي صوفي يجيب لك الكلام ده منها بصلاة لغايد اخر واحد من تهد او اخر واحد من فوق لانه في النص لا تهد لا فوق عرفته نسأل الصوفية مجموعة من الاسئلة وان شاء الله يشدوا حيالهم يقدر يجاوبونها مش قدت عمر بن الخطاب بيعلم الغيب ايوا استنادنا على القصة نعم طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ده السؤال له والي اصوفي اكان بيعلم ان عمر رضي الله عنه بيعلم الغيب ولا لا لان عمر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما صاحبه صاحبه بل من اجل الاصحاب وهو افضل الاصحاب بعد صديق رضي الله تعالى عنهم جميعا وكان كثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر دائماً كان بيذكر عمر رضي الله عنه طيب يا صوفي صاحبه ومعلوم إنه الصاحب بيعلم حال صاحبه طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم إنه عمر رضي الله تعالى عنه بيعلم الغيب ولا لا إذا قلت له ما كان بيعلم أقول لك حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أعلمه في صاحبه دارت أعلمه إنتهى بصلاعة دارت أعلمه إنتهى إذا قلت له النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم أقول لك جيب الدليل وين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصفات لعمر رضي الله تعالى عنه صفات ثابتة قال لو كان في أمة نبي أو قال لو كان بعد نبي لكان عمر وقال إنه كان في من كان قبلكم محدثون وملهمون فإن يكون في أمتي فعمر وقال لهم الله ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير الذي تسلك طيب في الصفات كلها علم الغيب ده فاتع للنبي سأسلم يا صوفي لماذا قال له عمر والله إني أعلم أنك تعلم الغيب لماذا قال له كذلك إذا قلت له قال جيب الدليل وما بتقدر والله تعيش لو عمرت عمر نوح عليه السلام ما بتقدر تجيب دليل يا صوفي كويس الناس سألك تاني سؤال عمر ذاته رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين هل كان بيعلم إنه بيعلم الغيب ولا لا هو ذاته بنفسه لو قلت ما كان بيعلم يا صوفي أقول لك حاجة فيه ما بيعلم دارتي انت تعلم هنا في سوك ستة تقول لي كان يعلم الغيب هو فيه الصفة فيه ما كان بيعلم دار تعلم انت الأمن لو قلت لي لا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيعلم إنه بيعلم الغيب أيوة طيب موقف شنه من قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما هو موقف عمر رضي الله تعالى عنه نحو هذه الآية اتجاه هذه الآية موقف شنه أصوفي ولا ما جرها ولا ما فهمها ولا حتقول شنه والزبط انت هتمرك كافي أصوفي كان موقف عمر شنه من الآية دي تقدر تجيب تجيب لنا دليل صحيح عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ما بتقدر تجيب أبدا هل تقدر تجيب دليل واضح إنه عمر رضي الله تعالى عنه كان بيعلم الغيب ما بتقدر تجيب تاني نسألك سؤال الصحابة رضوان الله عليهم هل كان بيعلموا إنه أمير المؤمنين بيعلم الغيب كان بيعلموا لو قلت ما كان بيعلمه طيب انت بتعلم كيف ذلك الصحابة وكانوا معاه رضي الله تعالى عنه وقاتلوا معه وعاشوا معه وصلوا معه وأكلوا معه وسافروا معه انت بتعلم حاله أكثر من باقي الصحابة رضوان الله عليهم ولو كانوا بيعلموا إنه عمر رضي الله تعالى عنه بيعلم الغيب طيب ليه ما أنكروا عليه استنادا على الآية من سورة النمج الآية تجيب تاقي بين والله الصحابة بيسمعوا المنكر ويسكتوا إذا قلت لا يا صوف الصحابة بيسكتوا عن المنكر نقول لك معنات رضاء الله عنهم معنات لازم كلامك إنه رضاء الله عنهم ما في محله ليه لأن الساكد عن المنكر ده ما بنزل رضاء الله عليه ده بنزل لعنات الله عليه زي ما ربنا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن ممكن فعله لبئس ما كانوا يفعلون وتكون وقعت في مشكلة تانية إنه بتقول الصحابة بيسكتوا عن المنكر ودي مصيبة كبيرة وإلا لما أنكروا على عمر رضي الله عنه إنه بيعلم الغيب ولا لأي ما فيه مواصح يا عصوفي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبين لله هل ما فيه مواصح والله إذا شليك شايك عرفته ما شربك وفيه ذاته شوق بالجنبات حداية سخنة جدا ما بتقدر تمركها بصلعة ما بتقدر تمرك من السليك ده جيب لنا بس جاوب لنا على سواء أنا بريحك مشديتك أربع سيلة جاوب على سواء الواحد واحد بس جاوب عليه ما بتقدر بعدان نحن بنعلم من الأحاديث والآثار الصحيحة إنه عمر رضي الله عنه ما بيعلم الغيب نديك نمرة واحد عمر رضي الله عنه كان في غزوة بني المستلق ولا ما كان فيه أل كان فيها أل كان الغزوة بعدها حادثة الإفك أكان موجود ألأ ما موجود موجود رضي الله تعالى عنه طيب العقد بدى عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان بيفتشوا ليه ما قال لهم عمر رضي الله عنه ليه ما قال لهم العقد موجود هنا في الحتة الفلانية ليه ما قال لهم ما قلت بيها أنا مالغيم يا أصوفي طيب ما يعرف مكان العقد ليه عمر رضي الله عنه لما طعن القصة في صحيحة البوغاري من رواية عمر بن ميمون الأودي قصة طويلة لما إن شاء الله أدل البيت رضي الله تعالى عنه وجرحه ينزف دما قال يا ابن عباس انظر من قتلني أهل لو بيعلم الغيب ما يعلم الطعن منه يا أصوفي أنتم عندكم مخ لو بيعلم الغيب الطعن رضي الله تعالى عنه ما عرف الطعن منه بدليل أنه قال ابن عباس انظر من قتلني فجاء ساعة فجاء فقال غلام المغيرة فالقصة طويلة فقال رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل يقول لا إله إلا الله كن لدي أدل صاطعة كالشمس إن أمير المؤمنين رضي الله عنه ما بيعلم جنوب ما بيعلم الغيب كويس بعد تكله لما اقتنعتها صوفي وما أظنك تقتنع طالما أنت مبارد تصوف يبقى بعدها خم الطين ده كبه في خشمك ساين والله العظيم طيب نرجع للقصة عشانا نختصر واترك المجال لمن بادي القصة قبل قلنا صحيحة وعمر رضي الله عنه نادى في ساريا وكان قائدا للسرية اطلعت للعراق نادى في المنبر قال يا سارية الجبل الجبل يعني أطلع الجمل أو انحازل الجبل كل معاني صحيحة قال له الجمل الجبل فساريا رضي الله عنه ابن زنيم سمع صوت عمر رضي الله عنه داني هنا عندنا بيدخل في باب كرامات الأولياء والشيخ بن باز عليه رحمة الله قال الصحيح الصحيح إنه ما ربنا إنه عمر رضي الله عنه ما شاف الجيش بعينه لا قال الصحيح إنه ربنا سخر ملائكة فأسمعت الملائكة صوت عمر دا كلام الشيخ بن باز عليه رحمة الله وده بيدخل في باب كرامات الأولياء ونحن دي عقيدتنا يا ناس نحن ما بننكر كرامات الأولياء دينا المعتزلة ومن كان على شاكلتهم دينا اللي بننكروا الكرامات نحن ما بننكر الكرامة أصلا لكن نحن موضوعنا مع الصوفية في الكرامة موضوع طويل جدا وبيحتاج لنغاش ونغاشات كتيرة وما بجيبونا معهم أصلا أصلا ما بجيبونا معهم والله بجيبوه الجماعة ديك التعريف مبارك ويا فضيلة الدكتور يا فضيلة الشيخ قاعد قصاف الصوفي وشغله يا فضيلة الدكتور يا فضيلة الشيخ وما قادر يرد ولا قادر يجاوب ولا قادر يعمل أي حاجة والصوفي عمل لكذا في عينه سووا لكذا والله شفت دلو لجيد فرقة تشيل أصبعه تجد دلو عينه الصوفي ذاته تجد عينه جوه تعمل كذا دلو المشرك مشرك يعمل لهم واحد في عينه كذا دل احنا ما شفناه والله ولم نعرفه بالقرآن والسنة أمدا عرفته القوة ربنا قال فإن العزة لله وربنا قال في الآية الأخرى فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين المشرك ما عنده عزة لكن زي ما بقوله الجمال بفهم مديك مونو مونو بفهم مديك القاعد بي جايدة ده جايدة ري أصهر بس كويس؟ ودال ما يصلحه أبدا لمناقشة أو مناظرة الصوفية والصوفية يعلموا هذه الحقائق جيدا انت قال لما يجيب لك واحد من جماعة نصار السنة لما يجيبه مع صوفي الصوفي بيكون مبسوط بل بيكون مجهز كدارته من بدري والله العظيم بربط الكدارة يعني يجي يشل دابدقن بيكون مجهزة الكدارة من بدري عرفتها؟ لكن بفضل الله لما يقول لها جايبن لك واحد من أخواننا ديل يقول لهم لا أنا عيان عندي دوسونتاريا دوسونتاريا وهناك ما كنت عيان ما لك؟ جابه لك دري بعديه لبيت تجي ها ثاني بعد ذا يسوي لك شنو؟ ها؟ عشان تعارفوا يا أخوانا الحقائق فالقصة ما فيها أصلا دليل إنه أمير المؤمنين يعلم الغب إنما هذا من باب الإلحام ودي كرامة لعمر رضي الله تعالى عنه وعمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه محدث يا أخي انت بتعرف محدث يعني شنو؟ محدث والصحابة كانوا يعني يقولوا وإنا لنقول إن الملائكة تنطقوا بلسان عمر أو كما قالوا رضي الله تعالى عنهم وكان ابن مسعود يقرأ في قراءة له وما أرسلنا من قبلك من رسول أو نبي أو محدث دا منهم عمر رضي الله تعالى عنه تجيب ليه الآن واحد ما دلقا؟ تعال قل ليه دا محدث محدث شنو دا هذا ما دا ولاي شي دا ذا المجرم ساهم مش هد جماعة بتهي نسي دا يقول لك وديل بيعلم الغيب وديل بيسوه بيسوه أه كذابين ساي والله ما بيعلمه أي حاجة عرفته؟ فما كان رضي الله عنه بيعلم الغيب وما في أهد يعلم الغيبة مع الله تبارك وتعالى ودي مسألة الحمد لله مقررة ثابتة راسخة كالجبال أو أشد والحمد لله مبينة في جميع الحلقات وفي جميع الدروس والخطب والمنابر لدعاة التوحيد والحمد لله موضوع ما بيحتاج كلام كتير لكن دا القادرين يلعبوا في الشغلة دي وما عندهم تأني دليل كتير بيقيفوا فيه دا الدليل الوحيد وما فيه دليل لهم أصلا فأنا أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم